ان شاء الله سنتكلم في هذا الدارس عن مشكلات الصحة النفسية والاجتماعية للمراهقين اذا كانت الصحة البدنية للمراهقين مهملة في النظام الصحي عموما فان صحتهم النفسية نادرا ما يهتم بها الاباء او برامج الصحة المدرسية ايضا تتضمن المشاكل النفسية للمراهق قلق المراهقين من البلوغ عندما تطرع على اجسامهم تغييرات لا تشرح يعني ما احد لا تشرح لهم على النحو الصحيح ما في اي احد يفهمهم هذه النقاط وهي نقاط او علامات البلوغ العامة ايضا التفرقة في المعاملة بين الذكور والاناث من الاباء موجودة ببعض العائلات المناطق ولا ننكر ويؤثر ايضا من حيث توزيع الطعام وايضا الدراسة وايضا من الناحية المادية المالية والحرمان النفسي من اشياء كثيرة ايضا العوامل الايجابية للصحة النفسية في اقليم الشرق المتوسط طبعا الامام بالقضاء والقادر الامام بالقضاء والقادر بقدرة الله سبحانه وتعالى على الشفاء مثلا وعلى الحفاظ على النفس وعلى حفظ النفس من المصائب وقلة انتشار انواع الفساد وايضا العوامل الاخلاقية مثل المخدرات والمسكرات والشدود والمشاكل الاخلاقية كلها يعني غير منتشرة بنسبة كبيرة جدا والجديد بالذكر ان هذه المشاكل عامة على مستوى الاقاليم في الكوكب بس في نسبة تواجدها في الشرق الاوسط نسبتها قليلة جدا الى هنا انتهى الدرس كان معكم الباحث خاند بن سعود الحليبي ان شاء الله نشوفكم في درس قادم